بداية نشرتنا الرياضية من أخبار اتحاد الكورة ومجلس إدارة الاتحاد وجه الشكر لإيهاب جلال المدير الفني للمنتخب وقال حازم إمامة عضو المجلس أن الاتحاد قرر بعد اجتماعه مبارح تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الوطني هيتم الإعلان عنه لاحقا وأكد حازم أنه لحد دلوقتي لسه ما فيش استقرار على اسمه وقال كمان أنه هيتم اختيار مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي اتحاد الكورة كمان كشف حقيقة الأخبار اللي اترددت بخصوص الدخول في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق عشان يرجع لقيادة المنتخب وقال حازم إمامة على هامش المؤتمر الصحفي أحترم كيروش وبحبه جدا عمل شغل كبير وكل الاحترام لي لم أتحدث معاه على المستوى الشخصي منذ رحيله ولكن أتحدث عن كثير من الأسماء في الفترة اللي جاية منهم كيروش وغيره من الأسماء كمان حازم إمامة عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة أكد تطوير منظومة الحكام من خلال الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم اللي جاي ووضح أن الاتحاد شغال على تطوير اللعبة من خلال مجموعة من القرارات منها تطوير مستوى الحكام وتفعيل وتطوير دوري الأكاديميات للتفتيش عن المواهب الصعدة اللي هتفيد الكورة المصرية في المستقبل تدريبات الأهلي إمبارح شهدت مشاركة اللعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في المعسكر الأخير وتواجد في التدريب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشا وأيمن أشرف وبدأ الأهلي استعداده لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الحد اللي جاي ضمن منافسات الدوري السباحة البراليمبية أيطالة أيمن عباس فازت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بماديرا في سباق ميت متر صدر فئة طبية أس بي فايف وسجلت أية في المسابقة دي رقم إفريقي جديد باسم مصر نادي الرجاء الرياضي المغربي حقق الفوز مبارح على فريق الوداد بنتيجة 2-0 في المباراة التي تلعبت مبارح على ملعب مركب محمد الخامس ضمنه منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المغربي للموسم الحالي نادي بارن مينخ الألماني حدد مطالبة مالية بشكل نهائي من أجل الموافقة على انتقال روبرت ليفندوفسكي مهاجم البافاري لبارشلونة الأسباني وكده مشاهدين خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات الصباح الخير يا مصر إليك يا مصطفى